يا زائرا روض الحسين محبة يا من أتيت بقلبك الهيمان يا ساجدا في خشية ومهابة يا هائما في الذكر والقرآن يا باكيا من وزر آثام الهوى يا راجيا في رحمة الرحمن ارفع يديك إلى إلهك داعيا واجأر به في السر والآلان فهنا الحسين هنا الحسين بن الشفيع المصطفى ما لي وما لك من شفيع ثاني ومن هذه الرحاب المباركة رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن آل بيت سيدنا رسول الله نحييكم إخوة الإيمان وننقل لكم على الهواء مباشرة على قنوات التلفزيون المصري القناة الأولى والقناة الثانية والقناة الفضائية المصرية احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وذكر تحويل القبلة استجابة وترضية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الحق سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وفي هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على خلقه فيغفر لجميع عباده إلا لمشرك أو مشاح إخوة الإيمان من هذه الساحة المباركة التي يحضر معنا فيها سيادة ألواء خالد عبد العال نائبا عن السيد رئيس الجمهورية هذا الاحتفال كما يحضر معنا فضيلة الأساذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويحضر أيضا في هذه الليلة المباركة سماحة السيد الدكتور عبد الهاد القصبي شيخ ما شيخ الطرق الصوفية وسماحة نقيب الأشراف السيد محمود الشريف شيخ نقيب السادة الأشراف إخوة الإيمان وفي هذه الليلة المباركة نبدأ معكم هذا الاحتفال بخير الكلمة وعطيبه جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارو الشيخ إبراهيم راشد الفشني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن الله بغافل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ومن الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس لألا يكون للناس عليكم حدة إلا الذين ظلموا منهم فلا تغشوهم واغشوني فلا تغشوهم واغشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارو الشيخ إبراهيم راشد الفشني وكانت في مستهل نقلنا لهذا الاحتفال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحضر معنا الاحتفال سيادة اللواء خالد عبد العالم محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية والسيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسيد الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهو وكيل الأزهر الشريف كما يحضر معنا سماحة الدكتور عبد الهايد القصبي شيخ ما شيخ الطرق الصوفية وسماحة ناقيب الأشراف السيد محمود الشريف ناقيب السادة الأشراف إخوة الإيمان نستمع إلى هذه الكلمة لفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا مولانا الإمام الحسين عن ذكرى تحويل القبلة وفضل ليلة النصف من شعبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهاد الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية حفظه الله معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فإن من الأحداث المهمة التي حدثت في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام فقد كانت القبلة في بداية فرد الصلاة تجاه بيت المقدس لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يتوجه في صلاته إلى بيت الله الحرام فقلبه معلق بمكة يمتلئ شوقا وحبا وحنينا إلى بلده مكة رغم أنه صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة إلا أنه كان يتمنى على الله جل وعلا أن يأمره أن يتوجه في صلاته إلى بلده مكة وحقق الله مراد نبيه وحقق الله مراد حبيبه فكانت الإقامة بالمدينة المنورة فكانت الإقامة بالمدينة المنورة وكانت توجه في كل صلاة إلى مكة ليرتبط عميق الإيمان بحب الأوطان وهنا استجاب الله تعالى دعاء نبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ففرح النبي بهذه الآية وسر بها عليه الصلاة والسلام ولله در من قال فرح الحبيب بآية هي قد نرى وجها تقلب في السماء وعلاها جبريل أرسل بالهدى متبسما حمل القبول من الإله لطاها أبشر رسول الله يا خير الورى ولك ربك قبلة ترضاها إخوة الإيمان والإسلام إن التحول إلى القبلة إلى بيت الله الحرام يعود بنا إلى أصل القبلة الأولى حيث قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فهي دائرة بدأت بآدم عليه السلام مروراً بإبراهيم عليه السلام حتى عيسى عليه السلام إلا أن الدائرة لم يتم لها الجمال والكمال إلا بالحبيب الخاتم عليه الصلاة وأزكى السلام فهو وإن تأخر في الزمان فقد تحقق على يديه الكمال إخوة الإيمان والإسلام إن حدث تحويل القبلة يؤكد لنا على الارتباط الوثيق بين المسجدين بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى فإذا كانت رحلة الإسرائي رحلة جسدية قطعت فيها المسافات طال الزمان فيها أو قصر فإن تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام رحلة تعبدية الهدف منها أن يتصل العبد بربه دون قطع أي مسافات فليس هناك مسافات بين الخالق والمخلوق وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أيها السادة الكرام إن تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام درس كبير عميق نتعلم منه ونستفيد منه سرعة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لذا يقول أهل العلم إن القبلة الحقيقية التي ينبغي أن نتوجه إليها هي أن نتوجه إلى الله بحركاتنا وسكناتنا وقلوبنا وأفئدتنا أن نستجيب لأمر الله ولأمر رسوله وليس إلى ذات الشرق والغرب فكل الجهات ملك لله كل الجهات ملك لله ونحن عبيد له سبحانه وتعالى فحيث وجه الله سبحانه وتعالى نبيه وأصحابه إلى بيت المقدس توجهوا وحيث وجههم إلى بيته الحرام توجهوا ونحن على هديهم نسير في السمع والطاعة لله رب العالمين قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أيها السادة الكرام إن خلف الجهة الحسية التي نتوجه إليها جهة أخرى معنوية جهة أخرى روحية تتمثل في حسن القصد والتوجه لله رب العالمين وهذا ما ذكره القرآن حينما قال الله صراحة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذا هو الاستشعار الحقيقي لمعنى العبودية الحقة لله رب العالمين ولقد علمنا رسول الله محمد في مفتتح كل صلاة أنه كان يقف ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إخوة الإيمان والإسلام إن حدث تحويل القبلة يبين لنا سرعة استجابة الصحابة الكرام لأمر الله ولأمر رسوله فقد تحولوا واستداروا مباشرة في نفس ذات الصلاة سمعا وطاعة لأمر الله رب العالمين وأخيرا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد اصطفى أمة الحبيب محمد وجعلها خير أمة أخرجت للناس وأرسل إليها أعظم الرسل وأنزل إليها أجل الكتب فهذا ما يدعو الأمة ويدفعها أن تكون أمة راقية في شتى مجالات الحياة وأن تقيم حضارة إنسانية راقية تقوم على معايير وأسس علمية وفكرية وروحية وعلى التوازن والوسطية والاعتذال حتى تشهد على الأمم يوم القيامة بأخلاقها وعلومها ومعارفها وآدابها فهي أمة الرحمة وقد قال الله في حق نبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم أفض علينا في هذه الليلة الطيبة المباركة من واسع فضلك ورحمتك اللهم أفض علينا في هذه الأيام المباركة من واسع فضلك ورحمتك اللهم ارفع الكرب عن المكروبين من أشقائنا في غزة وفلسطين اللهم رد إلينا أقصانا ردا جميلا واحفظ مصر ورئيسها وشرطتها وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء وكلها من وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استمعنا إلى هذه الكلمة لفضيلة الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصف شعبان السعادة أشرقت يا مسلمون بقبلة نهواها فاض الكريم على الحبيب المصطفى بعد التقلب في السماء وعلاها والله أوحى للرسول محمد لن ولينك قبلة ترضاها إخوة الإيمان ونختم احتفالنا بالابتهال والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر ذنوبنا واستر ريوبنا واشرح صدورنا وآمنا في أوطالنا واصلح أحوالنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وفي تحيينا فنحييها نبدي الخشوع للرحمن من واجل نبدي الخشوع للرحمن من واجل والنفس 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 تشكو للرحمن لنبان لنبان باريها شعبان أطلق للفؤاد عننا شعبان للفؤاد حتى يرى رمضان متشوقا حتى يرى رمضان رباه أكرمنا بتوبة نادم حتى ننال الفضل والإحسان حتى ننال يرى رمضان رباه أكرمنا أكرمنا بتوبة نادم حتى ننال الفضل والإحسان سيدي يا رسول الله مدحت محمدا خير البرايا فعمل خير فينا والرشاد رسول الله رسول الله نور قد تجلى لدى الدنيا فدام لنا الوزاد صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي عم الناس بإرشاده أزكى الخلق وأرضها صلى الله خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق وأحلاها النبي صلوا عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله أمطر بغيث العفو والغفران يا ربنا في ليلة النصف من شعباني فليلة النصف من شعباني قد أقبلت وأريج عطرها من شذى رمضاني إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون وكانت في مستهل ختامنا لإحتفال ليلة وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة يا رب صل على النبي الهادي خير الورى وسيد الأسياد يا رب صل على النبي محمد واختم لنا بالخير والإسعاد مشاهدين الكرام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته